اشتركوا في القناة 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 دونة اللي عمرها 58 سنة وهي خلال نذكر انه هي جدة ومن كندا تدخل دونة موصوعة جنس لفئة النساء لاطول مدة شخص بمارس فيها حركة هالحركة اسمها البلانك اللي هي عم تمارسها حلق وهي حركة رياضية مارستها لمدة اربع ساعات ونص ساعة وحد عشر ساني على فرد سحبة ودخلت موصوعة جنس من بعدها من روح لبطلة لبنان بالتاكواندو والمصنفة الاولى باسيا يلي هي لتسعون لتسعون بتتأهل الالعاب بالأولمبيا بباريز للصف 2024 منكمل مع فريق الرياضة للسيدات يلي بيفوز على فريق بيروت بالمباراة الرابعة بالباسكتبول من السلسلة النهائية وبتكون النتيجة 49 ب78 هلأ من الرياضة لحنروح للطبيعة مع خبر يلي هو بعد تكرار مجزرة التعديات على جسر الحجر الطبيعي بيك فردبيان وبعد محاولات من سنة 2008 2013 وهلأ مؤخرا 2024 دعت الجمعيات البيئية والناشطين البيئيين وأهالي بلدة كفردبيان لوقفة احتجاجية صارت نهار الخميس ب11 يلي قطع على جسر الحجر الطبيعي بيك فردبيان ليكونوا عم بيطالبوا بحماية محيط جسر الحجر الطبيعي وكمان محيط نبع اللبن بيك فردبيان وشاهدينا هيدو كانوا خبارنا بترندي ونروح للفقر البعض اللي هي جانرال نالد بي جانرال نالد كل مرة معلومات عامة حتى أنت وانا نستفيد منهم بذات الوقت لحنبلي شو نحكي عن أول موضوع هيدا الموضوع يلي مش مدوع ليه أو كتير قليل للأشخاص بتدوع ليه والعالم مبتعطي أهمية أو بتعتبره أنه هو مصروف زايد أو علفاضة عم نحكي عن الانشورنس الانشورنس أو الواحد أنه يكون عم بيعمل تغطية لحاله هو منه مصروف علفاضة هو بالعكس هو خطة بديلة هو خطة لتحمينا بالحياة بالوقت أنه بتكون عم تعمل انشورنس للسيارة أو للبيت خوفا من إذا صار معه حادث معين مين بده يكون عم بيصلح له أو مين بده يعود علي بس ولا حدا بيفكر إذا صار هو معه حادث جسديا أو إذا صابه مرض معين كيف بده يكون عم بيدفع أو مين بده يعود علي إذا مثلا رب المنزل توفى أو صار معه حادث معين كيف العائلة بده تكمل كمان حياته بلا ما تكون عم بتعوز ولا أحدا كمان الزيادة الوضع يلي عيشين فيه الوضع الاقتصادي يلي هو سيء كمان ما بيساعد ولا من ناحية أنه الشخص يكون عم بيقدر ياخد مصرياته من المصارف ولا من أنه في مبالغ كتير كبيرة والشخص كتير صعب عليه أنه يكون عم بيفوت على المستشفى خاصة مع أنه وقف الضمان الاجتماعي عنا الدول الأوروبية يلي بتجبر الشعب يكون عم بيقيم على جنب أو يضب 30% من المعاش يلي بيقبضه كمان يكون عم يضمن حاله ويأمن حاله للإنشورنس فلاش نحنا ما منضب مبلغ كتير صغير على جنب ومنكون عم نضمن حياتنا وعم نضمن خطة بديلة لإلنا لعائلتنا لكل شخص نحنا مسؤولين عنه ولكل شخص منحبه حتى ما نوصل لمحال ولا نحنا ولا عائلتنا ولا الأشخاص منحبهم نكون عم نعوز حدا منكمل مع معلوماتنا العامة ومنروحها ومنخبركم كيف بيتكون اللقلق يصنف اللقلق ضمن الأحجار الكريمة وهو أكتر شهرة بالعالم فهو متعدد الأشكال عندنا الشكل الكروي أو على شكل حبة الأرز أو الأزرار أو بتكون عندها شكل غير منتظم وبتجي بالعديد من الألوان عندنا الأسود يلي بيعتبر أغلى أنواع اللقلق وبتجي كمان عندنا من اللون الأصفر عندنا الأخضر وعندنا أيضا الأزرق بتأكتر الألوان يلي هي بتجي عندنا اللون الأبيض أو اللون العاج الخفيف كيف بيتكون اللقلق بالبداية يستخرج من صدفات اسم المحار حيث بتتشكل بقلب هيدا الصدفات وقتا بتفوت حبة ترمل أو قطعة صغيرة من الأكل عليها أو أي جسم غريب فضغرق المحار بيشوف هيدا الجسم وبيحس أنه متسل له تهديد وبيسبب له حكة كرمال هيك بيحمي حاله وبيقوم بإفراز مادة عليه تعرف هيدا المادة بيقسم عرق اللقلق وهي عبارة عن مزيج من مادة عضوية وغير عضوية بتتراكم هيدا الطبقات من عرق اللقلق حول الجسم الداخل لجوفة إلا أنه تتشكل حبة اللقلق بقلب المحار ما بتتم هيدا العملية أكيد بين ليلة وضحاها بتاخد وقتها بتاخد وقتها لحد أنه تقريبا بتاخد أربع سنين لحتى تكون عم تتكون حبة اللقلق وتصير كاملة بتكون اللقلق من تسعين بالمية من سوديوم الكربونات كمانا من مادة عضوية خمسة بالمية وعننا من الماي بنسبة كمانا خمسة بالمية كل حبة تلقلق عندها خصائص فريدة وما فيها أنه نلاقي حبتين لقلق عنده نفس الخصائص تعد أقدم لقلق على وجه الأرض يلي وجدت بتابوت أميرة فارسية ماتت من تقريبا خمسة وخمسمية وعشرين سنة قبل الميلاد بالنسبة لأكبر لقلق فهي طبيعية بيوصل قطرة إلى 24 سنتيمتر ويعد ثمنة بحوالة 3.5 مليون دولار وأغلى لقلق بالعالم بيبلغ سعرها 139 مليون دولار وتسمى لقلق الجمال المحيط نروح مع لقلق إلى الفواكة وما نشوف أي أكتر فواكة بيستهلك بالعالم عم نحكي عن الموز الموز خلينا نذكر أنه ما فينا نكون عم نفرض بتناول الموز لأنه بتحتوي على كتير من السكر هيدا الفواكة يعاد الموز الفواكة الأكتر استهلاكا مثل ما ذكرنا بالعالم وزراعة الموز هي موجودة بأكتر من 130 دولة وبعد الأشخاص بيعتقدوا أنه هي كانت أول ثمرة ظهرت على وج الأرض وأنه هي موجودة بالهند بس هيدا النظرية ما تم التأكيد عليها بشكل دقيق من بعدها انتقلت زراعتها لأفريقيا من منطقة الكاريبي للأراضي الأمريكية وبلش من هونيك الإنتاج بكميات كبيرة للموز عنا حوالي ألف نوع من الموز بكل أنحاء العالم ويمكن الاستفادة من أوراق هيد الشجرة للطبخ أو لللاف وهو أيضا نائل لأرمون السعادة بيوفر كمان الطاقة وبداخله فيه الفيتامين سي والباسيس وأكتر الدول تصديرا هي الأكوادور والهند مشاهدينا مع كل هالمعلومات يلي أنا وإنتوا استفدنا منهم بدنا نروح لآخر فقرة معنا اللي هي سيلابريتيز بي سيلابريتيز كل مرة منحكي عن شخصيات مشهورة تركة طابع معين إن كان هي بشخصياتها أو بأعمالها حتى كمان نتعرف عليها أكتر وعلى أعمالها وعلى حياتها لحنبلش مع أول شخصية معنا اللي هو فؤاد شرف الدين فؤاد شرف الدين يلي بيبلغ 83 سنة بيسموه الكابتن هو مخرج وممثل ومؤلف لبناني زي عصيته بالسبعينات وبالثمانينات خاصة بأدوار الحركة قام بإخراج مسلسل الداري وبجزئيه الاثنين الأول والتاني ببطولة إلى جانب الممثل نور الشريف كانت بداياته كمخرج ومؤلف عبر فيلم بعنوان الصرخة قدم دور بمسلسل العقرب وشارك من بعضه بفيل مأستاذ أيوب لمن بعدها تتوالى أعماله الفنية ما بين التأليف والتمثيل وكمانا الإخراج شارك بمسلسل بعنوان زمن الأوغاد وشارك التمثيل مع عدد كبير من النجوم ونذكر البعض منهم نادية الجندي محمودة عبدالعزيز أحمد السقا وغيرهم كتير من أهم مسلسلاته منذكر العقرب خطوط حمرة خمسين ألف فخمة الشك عشرين عشرين وغيرها كتير من روح لشخصيتنا التانية اللي هي ليلى كرم ليلى كرم اللي هي الممثلة اللي توفت سنة 2008 هي ممثلة لبنانية كانت بدايتها من خلال العمل بإذاعة الشرق الأدنى اللبنانية من بعدها لحدها ما تنتقل للعمل بالتلفزيون من خلال مسلسل بعنوان كانت أيام لا تتوالأ أعمالها ما بين السينما ولا تلفزيون ولدت بلبنان وبالأخص ببرج حمود وكانت تجيد اللغة الفصحة بطلاقة بالرغم من أن هي تركت المدرسة بعمر صغير إلا أن هي كتير بتحب القراءة واستطاعت أن تكون عم تسقف حالة بحالة زوجت من بعدها وعندها ابن وكرمت أكيد بعدد من الجوائز منها جايزة الميراكستور سنة 2007 يلي اتسلم عنها الفنان أطوان لأنها كانت بوقت عندها مريضة وهالمرض منعها من الحضور هي سيدة الشاشة اللبنانية قدمت حلقات خاصة من مسرحيات عالمية وقدمت أيضا أدوار من الصعب أنه يقضيها شخص أتاني عيشت أعوام الأخيرة بالظل من بعد ما أصب مرض القلة يلي قد بدون مواصلتها أو منعها من أنه تكون عم تكمل العمل من روحنا أهم أعمالها منذكر الدنيا هيك مرت وأنا أيام المدرسة بنت الحارس المعالمة والأستاذ غابة الفرح وغيرهم كتير تركت بصمة بالفن اللبناني طبعت حقبة ذهبية بتاريخ الشاشة الصغيرة وكانت مقصد أساسا لكل المثلين الجدد يلي كانوا بيلجأوا لقلة يلي كانت تشرح لهم أصول التمثيل أكاديميا مشاهدينا مع كل اخبارنا بتكون وصلت حلقتنا لنهايتها أنا كل مرة بوعدكن بمعلومات جديدة أمال جديدة ترندي جديد فضلكم عم تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تيفي لبنان ومن هل الوقت ضلكم عم بتابعونا وضلكم عم تابعوا كل برامجنا أنا بشوفكم بحلقة ليحقا باي باي اشتركوا في القناة تابعونا